بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامي وبشكل مقتضب حول الآيات المنسية الخمس في خمسة محاور أذكرها كرؤوس نقاط وبشكل مختصر المحور الأول قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الشاكي هو رسول الله صلى الله عليه وآله والمشتكى إليه هو الله سبحانه وتعالى وموضوع الشكاية هو هجران القرآن الكريم فالحكم معلوم سلفا الآية الشريفة ليست هجروح بل قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا هذا القرآن مهجورا لأن في هذا يعني الاتخاذ فيه معنى التعمد والاستمرار مع أن الأمر هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالقرآن سبب الحياة وفي تركه الموت والهلاك كما أن وصية الرسول صلى الله عليه وآله لهذه الأمة هو التمسك بالثقلين فقال صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا لكن مع الأسف فقد ضيعت الأمة كلتا الوصيتين أما القرآن فأقاموا رسمه وحرفوا معناه وأما العترة فخذلوهم وقتلوهم وأعرضوا عنهم المحور الثاني من الآيات المهجورة المنسية الآيات الخمس في الأخوة والأمة الواحدة والتعددية والحرية والشورى وتعريف هذه الكلمات بتعريف تقريبي هو كالتالي الأخوة الإسلامية وتعني تعامل المسلمين بعضهم مع البعض كإخوة يشاركونهم في الحقوق والواجبات والأتراف راح الأمة الواحدة وتعني إلغاء الحدود السياسية والجغرافية وعدم التمييز بين مسلم وآخر في اللون أو اللغة أو القومية أو البلد فحقوق الجميع وواجباتهم متساوية التعددية وتعني السماح للآراء والاجتهادات المشروعة والتساوي في الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها والحرية وتعني عدم مانع أي أحد من أي شيء سواء المحرمات وعدم تكبيل الناس بالقوانين الزائدة فالقانون جعل لخدمة الناس وليس العكس وكذا عدم تكبيلهم بالاستبداد الذي يمنع من النهوض والانطلاق وأما الشورى فإنها تعني المشاركة الحقيقية في القرار السياسي وضمن الضوابط الشرعية وأما المحور الثالث فهذه الآيات قابلة للتطبيق العملي وقد تم تطبيقها فيما مضى في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكذلك في الحال الحاضرة تم تطبيقها وبشكل ناقص من غير المسلمين وقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم ولنمثل من واقع التطبيق ولو ناقص في العصر الحاضر فالأخوة مثلا في كندا والتي تتشكل من قوميات كثيرة يساوي بينها القانون مساواة عملية وفي الجملة والوحدة في الاتحاد الأوروبي مثلا والذي يتشكل من 25 دولة ألغت الحدود وساوت في الحقوق والاقتصاد وغير ذلك وفي الجملة والتعددية والحرية والشورى في اليابان مثلا وفي الدول الديمقراطية راغم بعض الفوارق الجوهرية بين نظام الديمقراطية ونظام الشورى الذي هو أكثر تطورا وأكثر حفظا للحقوق وأبعد عن الألعاب السياسية والانتخابية أما المحور الرابع من أسباب ترك المسلمين لتطبيق هذه الآيات ونسيانها هو أولا إقصاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ودفعهم عن مراتبهم التي رتبها الله لهم وهو السبب الرئيسي ثانيا عدم التوعية تجاه هذه الآيات ثالثا الخطأ أو الخطيئة في التطبيق أو انتحال هذه الأسامي زورا وبهتانا أحيانا مما ولد ردة فعل كتسمية الإنقلاب على الأعقاب شورى رابعا عدم اهتمام بعض قادة الأمة ومن هم في رتبة الأسوة وأما المحور الخامس فإن طريقة السيد الوالد على الله درجاته في عرض هذه الأفكار كالتالي نذكر بعض النقاط اختصارا أولا استنباط هذه الأفكار من القرآن الكريم وسنة وسيرة الرسول الأعظم والأمة عليه وعليهم الصلاة والسلام وبنظر فقهية شاملة ولذا تعددت كتبه في فقه الحياة مثل فقه السياسة وفقه الاقتصاد وفقه الدولة وغير ذلك وقد ضمها إلى الموسوعة الفقهية وهي تشكل حوالي خمسين مجلدا من هذه الموسوعة ثانيا بيان تطبيقاتها العملية في تاريخ الإسلام ثالثا بيان تطبيقاتها في العصر الحاضر ولو ناقصا وفي ذلك أكثر السيدة الوالد رحمة الله تعالى عليها الاستشهاد بالتجربة الهندية لأنها قريبة من ظروف البلدان الإسلامية بل أصعب منها في بعض الجهات وكانت ناجحة في تطبيق هذه الأفكار ولو في الجملة رابعا تأطير هذه الأفكار في قالب علمي ونظري إذ كل فكرة يراد تطبيقها لا بد لها من تأطير ومنهج واضح خامسا الاستمرار في ذكرها والتذكير بها لإخراجها من حالة النسيان إلى حالة يعايشها الإنسان المسلم ويقتنع بها وتتحول إلى عقله الباطن وذلك عبر المحاضرات والكتابات وغير ذلك من أساليب نشر الثقافة سادسا حل إشكالية التعارض بين الثوابت والمستجدات لأن بعض صور هذه الأفكار جاءت كأفكار من الغرب فحدثت نوع من الحساسية تجاهها نتيجة الظلم الغرب واستعماره فالبعض اتخذ أسلوب رفضها تمسكا بالثوابت والبعض اتخذ أسلوب الإنسلاخ من الثوابت لما وجد جدوائية ولو في الجملة في هذه الصور والمهمة الكبرى هو التمسك بالثوابت وحل إشكالية التعارض المستجدات معها بحيث تنسجم تلك المستجدات مع الثوابت للعكس يعني ليس تغيير في تلك الثوابت أو لوي عنق النصوص وإنما الالتزام بالثوابت بشكل كامل وعدم التغيير فيها وعدم الميوع فيها وحل إشكال تطابق المستجدات معها سابعا التضحية لأجل هذه الأفكار وهذه الآيات فالمصلح يتهم أو لا يقدر أو لا يعرفه أهل عصره عادة لكن التذكير بهذه الآيات كانت استراتيجية للسيد الراحل رضوان الله تعالى عليه فصرف عمره واعتباره لأجلها ثامنا عدم اليأس لأن الفكرة الصحيحة ستنتصر يوما ما لأن الله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته لكن يمكن بالعمل والجهد تسريع ذلك وكذلك الباطل زهوق لكن يمكن التعجيل في زهوقه بالعمل والمثابرة والعاقبة للمتقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة القرآن والعمل به وبمنسي آياته وشكرا لكم جميعا هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته تسكي النفوس بأعبق البركاته أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة